اشتركوا في القناة وأمجد حياة وأشبع حياة وأمتع حياة لما أنت تضع حياتك لأجل خدمة أخبتك لأن الغالب ليس معتمدي على أمكانياتي لكن معتمدي على إيماني في شخص رب أسوع المسيح الرب أولا وأول سيء أحب الرب إلهك من كل طالبك عنوان الكلمة في هذا اليوم إكرام المسيح بدنا نطلع من هذا المكان ونقول له رب بدنا نكرمك بدنا ننجدك في هذا العيد بدنا نعزمك في هذا العيد أول نقطة ننتبه إليها فصنعوا له إيش؟ عشاء وكانت مرثة تخدم وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه فأخذت مريم منن من طيب نردين خالص كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها فامتلأ البيت من رائحة الطيب فقال واحد من تلميذه وهو يهوذا سمعان الإسقريوت المزمع أن يسلمه لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء؟ قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء بل لأنه كان صارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه فقال يسوع اتركوها إنها ليوم تكفيني قد حافظته لأن الفقراء معكم في كل حين أما أنا فلست معكم في كل حين فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك فجاءوا ليس لأجل يسوع فقط لاحظ بل ينظروا أيضا لعازر الذي أقامه من الأموات شو عملوا؟ تشاور رؤساء الكهنة عدد عشرة ليقتلوا لعازر أيضا لأن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع الفقرة البعدة لقراءة خسان نلاحظ أنه كيف الجموع دخلوا وهن حملين سعف النقل منفعلين وعن بهدفوا وصلنا مبارك الآتي بإسم الرب عدد عشرين نشوف كمان فئة أرادت أن تكرم يسوع وكان أناس عدد عشرين يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد فتقدم هؤلاء إلى فليبوس الذي من بيت صيدة الجليل وسألوه قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع فأتى فليبوس وقال لإندراوس ثم قال إندراوس وفليبوس ليسوع أما يسوع فأجابه ما قائلا قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير من يحب نفسه يهلكها ومن يبغد نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية إن كان أحد يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب الآن نفسي قد اضطربت ماذا أقول أيها الآب نجني من هذه الساعة ولكن لأجل هذا قد أتيت إلى هذه الساعة أيها الآب مجد اسمك فجاء صوته من السماء مجدته وأمجد أيضا مجدته وأمجد أيضا خلينا ننسك بقلوبنا ونقول يا رب كلمنا في هذا الصباح نريد أن نسمع صوتك إلى قلوبنا في هذا الصباح اخفي عبدك ورأي الصليب وتمجد أنت بقوة الروح القدس نعلن سيادتك وسلطانك وقوة مجد جلالك أنت الرب الإله القدوس القدير امسح الأذان والأذهان بمسحة الروح القدس هيمن بحضورك هيمن بروحك هيمن بسلطانك وكلم شعبك في هذا الصباح بكلمة حية لا نريد أن نسمع صوت إنسان لكن نريد أن نسمع صوت الروح القدس إلى قلوبنا جميعا تمجد ولإسمك نعطي كل المجد آمين دخول المسيح الانتصاري إلى أورشاليم في هذه الفقرة إنجيل يوحنى أصحاح 12 لو نحط عنوان لهذا الأصحاح ممكن نكتب إكرام المسيح نشوف في هذه الفقرة جميع الفئات أرادت أن تكرم يسوع أول إكرام في عدد واحد واثنين إذا خليكوا فاتحين معاي الكتب مقدسة وتتبعوا عدد واحد اتنين منشوف بقول فصنعوا له عشاء اليوم إحنا بنعرف عداتنا العربية إذا بيجي عندك ضيف بدك تكرمه أخت نائلة شو بنعمله عشاء مش نواشف يعني لحمنيوتو لكن بنعمله إيش عشاء إيش ممكن يعني أسموه لأشياء بنعمله مشاوي منسف بعرفش كبة عشاء إشي مفتخر ليش لأنه الضيف الجاي عزيز جدا علينا وإحنا بدنا نكرمه وإحنا بنعرف شو معنى الإكرام فذي كل فترة يسوع صنع معجزة أذهلت كل الجموع أقام لعازر من بعد أربع طيام وقد أنتن يعني تخيلوا المشهد اليوم واحد بعد أربع طيام بيقوم بين الأموات الكل بده يتهافت ويشوف مين هذا الشخص اللي أقام لعازم بين الأموات الكل بده يلمسه الكل بده يقابل معاه الكل بده يحكي معاه الكل بده يكون موجود حده فمنشوف أنه لما ندخل أجع إلى بيت عنياه كل البلد وكل القريب وكل المعارف أجوا وإيش قالوا إحنا بدنا نكرم يسوع هذا يسوع اللي أقام لعازم بين الأموات إحنا بنعمله إيش عشاء إكرام جماعي رئيس المجلس لما بيطلع بانتخابات بعزم البلد على إيش على عشاء ليه بده يكرم البلد لأنه هن إيش صوتوه هم نشوف أنه الناس بده تكرم يسوع لأنه إيش عامل هذه المعجزة اللي اتمجد اسم الرب فيها بس مريم أخت العازر ما اكتفت تكرم يسوع إكرام جماعي قالت أنا بالشبعاني بدي أكرم يسوع إكرام خاص جدا راحت عنده على الخزانة فتحة المفتاح فتحة الجرور اللي فيها إيش إنه النردين كثير الثمن بقوله يعني بقوله في العادات إنه كانت العروس دائما تجمع كل يعني كل عمر تجمع حتى تشتري هذه النردين كثير الثمن لوقت زفافة لكن يسوع شو عمل أخذت هذه المريم أخذت هذا النردين وعملت إيش سكبته عند أقدام يسوع ومسحت رجلي بشعر أمام الجميع قالت أنا بدي أكرم إكرام خاص أنا مش شبعاني أكرم إكرام عام لكن أنا بدي أكرم يسوع إكرام خاص مش عارف هل أنت مكتفي إنك تكرم يسوع إكرام عام نيجي هيك كجموع ومرة بالأسبوع ونسبح ليسوع ولا كل يوم بدك تسجد عند أقدامه وتأخذ بخلوتك وقت تقولي يا ربا أنا بدي أكرمك من وقتي من مالي من طاطي من قوتي من حياتي أنا بدي إنك أنت تكون مكرم في كل كبيري وصغيري في حياتي أنا مش شبعان إن أكرمك مع الكنيسة فقط لكن أنا بدي أحط الغالي والنفيس عند أقدامك أمين قلوا يا رب إحنا بدنا نكرمك بدنا نمجدك في حياتنا نشوف الشخصية الثالثة اللي أكرمت يسوع لعازر قولي كتاب لعازر تخيل إنه واحد قام بعد أربع تيام كل الناس دا تقعد تحكي معاه شو صار معاك شو شفت وين تميت شو صار أربع تيام وين كنت شو صار معاك كيف قمت من الأموات شو حسيت الكل بده إيش يسمع شهادة واختبار مين لعازر فاكتبار لعازر شهادة لعازر كانت سبب مباشر إنه الناس اتقامن في مين في يسوع إيش بيقول في الكتاب المقدس بيقول لأن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع هل حياتي سبب شهادة إنه الناس عم بتقامن بيسوع هل الحوالي اللي بيشتغلوا معاي والجران الحوالي عم بيشوفوا بيشوفوا إيماني وبيشوفوا حياتي وشهادة سبب إنه الناس عم بتقرب من يسوع لعاظر أكرم يسوع بطريقة إنه حياته وشهادته كانت سبب إنه الناس تقامن بيسوع يري تقولي رب خلي شهادتي وحياتي تكون سبب إنه الناس تيجي ليسوع أمين أمين مجدل للرب نشوف مع كل الإكرام في مقاومة مع كل الإكرام هناك مقاومة لمن مريم سكبت الطيب عند أقدام يسوع مين اللي عارضوا قاوم يهو ذا سمعان لماذا هذا الإتلاف لكن يسوع بدافع عن مريم لم من لعاظر بسببه كانوا اليهود يؤمنون بيسوع أتت المقاومة مع كل الإكرام في كل مرة بتكرم يسوع هناك مقاومة بقول الكتاب تشاور اليهود رؤى سائل كهنة ليقتلوا لعاظر أيضا قال بش بس نقتل يسوع نقتل لعاظر لأنه الناس عم بتقامي يسوع بسبب مين لعاظر هل لو اتهدوك بسبب إيمانك في يسوع وبسبب شهادتك قالوا لك بنحرق سيارتك إذا بعد بتنادي بإسم يسوع بتخاف تتراجع ولا مستعدة تموت من أجل يسوع لعاظر مهم مش قال لك ما أنا كنت ميت ما أنا هيك هيك كنت ميت يسوع آمني من بين الأموات مدامه آمني أنا مش راح أعيش لنفسي أنا راح أعيش ليسوع راح أشهد عن يسوع وخلي حياتي شهادي حتى كل بيت عني وكل الأورشري متآمن في يسوع كنا جميعا أمواتا بالذنوب والخطايا محكوم علينا في الموت راحين على الهلاك لكن مر علينا حبيبنا يسوع وإز زماننا زمان الحب بقول أحيانا معه أقامنا معه صرنا إلنا حياة أبدي فخلينا نعيش لإله نشهاد عن اسمه ويكون حياتنا سبب إكرام لشخصه ولمجده أمين تشوف في أرابعة أكرمت يسوع الجموع لما نسمعه يسوع داخل على أورشليم راكب على جحش ابن أتان آتي رئيس السلام وقال سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم جاء ليصنع سلام بقول للجموع بشكل عفو وإيش عملت ما كان في ترتيب ولا تنظيم ما كانش في كشافي زي زماتنا اليوم لكن كان كشافي على وقتها حملين صعوف النخل بدون أي ترتيب وما كانوش يتضربوا قبل ولا يتمروا لكن بشكل عفوي الجميع اجتمع من كل زاوي ومن كل مكان وبعد أو إيش يعملوا يرنموا ويهتفوا وصنى مبارك الآتي بإسم الرب وصنى مبارك الآتي بإسم الرب ملك إسرائيل خرجوا للقائه لما نشافوا يسوع جاي الناس كانت منفع لإنفعال غير عادي أرادوا أن يكرم ألا بسرش يسوع يفوت على أرشليم هيك على السكيت لازم نعمل له إيش طني ورني ليه؟ بدنا نكرمه هذا الأقام العظم بين الأموات بدنا نعطيه الإكرام فبدوا يعملوا له إيش حفلي طبعا مع كل إكرام في مقاومة جاءوا اليهود رؤساء الكهنة أرادوا أن يقاوموا قالوا له أقول له هؤلاء يسكت قالوا إن سكت هؤلاء بإسم الرب وهي مأخوذي من مزمور 118 آه يا رب خلص آه يا رب أنقذ وشعنا يعني خلصنا الآن ومنون أجد كلمة الشعنين وشعنا شعنين وترجمت إلى اليوناني وصنى وصنى خلصنا وكانوا يحملوا سعى في النخل وسعى في النخل النخل دائما دائما الإخضرار صيف وشتا وكانت العادي إنه لمن الملك الغالب المنتصر من الجيش يرجع مع جيشه ويدخل المدينة أهل المدينة تستقبلوا بسعى في النخل دلالة على الانتصار والازدهار والبركة وإحنا نستقبل يوم مع الجموع نهتف وصنى نستقبل يسوع المنتصر بالنخل بشكل الصليب لأن يسوع انتصاره كان بالصليب بموته على الصليب له المجد وصنى مبارك الآتي بإسم الرب لكن عيد الفصح تعرفوا اليوم إذا بطلع على القرشليم على القدس المدينة مش فاضة لكن بتعج بالناس الكل عم بيحضر حاله للفصح الكل عم بيعد نفسه للفصح وكانت فيه ترتبات وشرائع ولازم تجيب الخروف ولازم يتطهر ولازم من أي ما يكونوا ما يكونوش نجسين وفيه ترتبات للتحضير للعشاء الفصح وكل يعني الموضوع فيه مشروع طويل عريض وإحنا اليوم كمان الفصح كمسيحيين مشروع طويل لأول إيش لازم نعمل كعك بمشيش العيد بدون كعك كعك العيد ولازم نعزل البيت ولازم نشترق واعي ولازم نحجز أوتيل ولازم نعمل ترتبات ولازم والكل بنعجئ في جو العيد وهذا كتير حلو بس هداك الوقت كان فيه جماعة أجوا من اليونان يونانيين جاءوا وسط العيد حتى يسجدوا لتعبدوا للرب وكان كل تلبطهم شيء واحد نريد أن نرى يسوع أنا بصلي أنه هذا العيد بينما أنت معجوء في جو العيد يكون شو قلبك أول شيء يا رب بدنا نشوفك مكرم ممجد ومعظم في وسطنا في بيوتنا وفي حياتنا بدنا نشوفك أنت عم بتمجد في هذه الأيامات عم تتمجد فوق كل عيلي فوق كل بيك بدنا نشوف اسمك يتمجد في البلد بدنا نشوف اسمك يتمجد في الجليل وفي إسرائيل كلها نريد أن نرى يسوع نريد أن نرى يسوع في قصة من كتب التاريخ بتقول أنه ملك أنه أتوا هذول اليونانيين من مملكة اسمه أودسا في اليونان يسوع قال له تعال وشاطرني المملكة أنا بدي أكرمك اليهود أرادوا أن يقتلوك إحنا بلاد الفلسفة بلاد العلم إحنا بنحب الكلام تبعك أنت تيجي عنا إحنا بتكون مكرم إحنا بدنا نعطيك الإكرام اللي بليق فيك تعال يسوع تزر وقال لن أنا راح أبعث أحد تلميذي بعد ما أتمم العمل وفعلا بقول التاريخ الكنيسة إن أرسل إليهن فليبوس صلى لأجله وشفي هذا الملك وعندما دعا اليونانيين يسوع شو كان جواب يسوع يسوع جواب من خلال مثل حبة الحنطة زي بتلاحظوا في عدد 24 قال لن يسوع إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير من يحب نفسه عدد 25 يهلكها ومن يبغد نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدي يسوع اليونانيين أرادوا أن يكرموا يسوع لكن يسوع قال لن إكرامي الحقيقي مش من البشر لأنه عارف إنه هدول الهتف أصلنا أصلنا مبارك الآتي بإسم الرب بعد خمس ست أيام شو هتفه أصلبه أصلبه أنا الإكرامي مش منكو يا بشر لكن أنا إكرامي يأتي من الآب السماوي أن أصنع مشيئة الآب السماوي ومشيئة الآب السماوي ارتضت أن أعمل وأن أسير من خلال الألم فإكرامي سيأتي من خلال الصليب إكرامي سيأتي من خلال أن أتمم مشيئة الآب في جس سيماني متذكر يسوع هناك عندما كان يتصارع في الصلاة وقال له يا أبتا إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس لكن لتكن لا مشيئتي لا إرادتي بل إرادتك فلم من يسوع تمم إرادة الآب السماوي الآب السماوي أكرم المسيح الإكرام الأعظم وهذا الإكرام اللي كان ينتظر يسوع ليس من البشر لكن من عند الآب السماوي بقول في فليب بي 2 الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة عن يسوع أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب هذا التواضع هذا الألم بقول لكتاب لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه إسما فوق الإسم هذا الإكرام اللي أعطاه الآب لكي تجدوا بإسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب بقول الكتاب في أمثال خمسطاعش ثلاثة وثلاثين قبل الكرامة التواضع وقبل الكسر الكبرياء ما في كرامة إلا بدون الألم لابد أن يأتي التواضع والألم ومن هوراها بيجي القيامة والكرامة يسوع اختارت طريق الألم لكي يتمم مشيئة الآب لينال الإكرام الأعظم من الآب السماوي بقول الكتاب إحنا نفس الشيء إن كنا نتألم معه لكي إيش نتمجد أيضا معه إذا إحنا بدنا نستعدين نتألم مع يسوع نتواضع كما تواضع الرب راح نمجد ونكرم مع الرب بسوع نشوف يسوع لما تكلم مع تلمزاء مواس وهن نزلين وبلش يفهمهم عن قيامته وهن مش هيفينه ولا عارفينه في لوق 24 25 قال لن أيها الغبيان والبطئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم ما به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده يتألم ويدخل إلى مجده يتواضع يتألم وبعدين يكرم إله المجد وإله الكرامة إله الحمد إحنا بدنا نكرمه بدنا نمجده ما بنكتفي في الإكرام العام ولا بنكتفيه فقط قل يا رب بدي أكرمك إكرام خاص يا رب كمان بدي حياتي تكون شهادي وتمجيد وتكريم لإسمك وبدي يكون شوء قلبي أن نشوفك في وسطنا نريد أن نرى يسوع زي ما كان شوء قلب اليونانيين لكن منشوف الإكرام الأعظم ليسوع سيأتي ويكون في السماء في اليوم الأخير في سفر رؤية سبعة تسعة قول بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعدوا من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة وقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب ضيد في أيديهم سعف النخل عيد الشعنين سعف النخل وهم يصرخون بصوت عظيم تغيرت الآية إيش قال الخلاص لإلهنا مش قلصنا الخلاص لإلهنا الجالس على العرش والخروف وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات والأربعة وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين أمين البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين أمين اليوم إحنا عم نعيد ونقول أصلنا يعني خلصنا في الموت والقيامة يسوع خلص أرواحنا ونفوسنا لكن هذه الأجساد لم تفدى بعد لم ننال الجسد الممجد اللي أخده يسوع بعد القيامة الذي لا يسود عليه الموت ولا الفساد لكن في يوم الأخير ستفدى الأجساد وسيتم الخلاص مش بس الروحي والنفسي لكن أيضا الجسدي في عيد شعنين آخر رح نحتفل فيه مش بس إحنا الجماعة الصغيرة لكن بقول من كل قبيلة وشعب ولسان وأمة كل اللغات رح ترتل وتقول مش أصنى خلصنا لكن الخلاص لإلاءنا لأن الخلاص الكامل قد تم والجميع حاملين سعف النخل يستقبلوا الملك رب المجد يسوع بسعف النخل عم بيتفو وبعلنوا خلاص المسيح الكامل الشامل الذي قد سيعلنوا الرب الكامل في اليوم الأخير لكي نكون معه كل حين وأشترك مع الملائكة أيضا ونقول البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين آمين جميع النصال